اهلا وسهلا فيكم بفقرة اخر راكب معهد دوريمي بنظم بمدينة بينا منذ سنوات وبشكل متكرر فعالية تحت عنوان اوبنبيانوف وروفيوجيز من خلال هالفعالية بيجمع التبرعات ليمول الدراسي داخل المعهد من خلال جولتنا اليوم رح نتعرف اكتر على التفاصيل خليكم معنا المشروع بلش بعام 2016 انه نساوي اوبنبيانو بيانو مفتوح لأي شخص بيحب يعزف بيانو بالأماكن العامة او حتى بيحب يجرب العزف على البيانو ومن خلال العزف على البيانو كنا نحصل التبرعات وهي التبرعات كانت تروح للمدرسة للتدريس وبهي المدرسة مندرس فيها تقريبا جميع عالات الموسيقية للاجئين وللناس اللي ما فيها تدفع ساعة الموسيقى وبهي الفعالية منحاول نجمع اكبر عدد من الناس مشان يدرسوا بأجر أقل وبنفس الوقت بيعزوا بالأماكن العامة لحتى نجمع تبرعات أكتر منجيب بيانو منحطوا بأماكن عامة كساحات عامة او محطة قطار اي مكان عام مسموح فيه مولات كمان اي شي مسموح فيه ومن خلاله العالم بتجي بتعزف بيانو اي شخص حتى لو ما بيعف يعزف بيانو بيسمح له ويجرب ولما ما بيكون في حدا بيعزف نعزف نحنة ولما بتجي العالم بيصير فيه تفاعلات بين الجمهور والفريق اوبين بيانو ومن هاي من تفاعلات من مجمع التبرعات وبيصير فيه اختلاط بالناس واندماج ومن هاي الناحية من جيب عالم يلي بتحب تتعلم موسيقى وفي نفس الوقت منكتشف مين عنده اهتمام للموسيقى ومنعرض عليه مشروعنا اذا كان بده يتعلم الموسيقى ومنساعده طبعاً موسيقى موسيقى الموسيقى Also unser institut heißt Toremi das hier ist ein kleines Unterunternehmen ist Open Fian of Refugees und was wir noch machen ist wir haben eine Musikschule für jeden der nur bestimmt viel Geld zahlen will wir unterrichten Klavier, Gitarre, Oud, Geige وأنا نعم ايام أن نحن نعليمين في صلة الكريران يمكنكو أن يسمح بعض البيئة أنن مدهما في يمكننا أن يجب أن تهتم يبقوا بأسف مدهما يمكننا صلة الكرة الله في الصلة إننا 60 ألفين الذين في بينا مدهما يحدث أشخاص سأجد هذا غير أفعلاً على المشكلة التي يجب أن يكون مالذيباً ويقاناً أني يجب أن يُقع يُقع في من المعارضة في جنران هذا مجدد جهاز جميع أجل وهي جداً لأجلًا 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 أن تجد صغيرًا وآ هذه المشكلة التي يمكن أن تكون أقبل بشكل قرار في المعارضة الأشخاص شركة شركة مع نغامات البيانو في عاصمة الفن والجمال بتوصل فقرتنا إلى النهائي وادعكم على أمل أني ألتقي فيكم لفقرات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر